ايات اكتر مشكلات موجودة في الادارة وفي الوزارة بتقص عليكم في شغلكم بتنعاكس على معاملة الناس ليك وانتوا ملكمش زنب فيها لازل نقولها عشان الوزارة تسمعنا قلة التأمين في المستشفيات الحكومي مفيش امن احيانا التواصل يعني ممكن تلاقي مستشفى مفحش تليفونات مثلا تليفونات ماتعرفش ترسل اوه يعني افراد انا مايش وسيت مثلا فالتواصل ساعات بيبقى مفقوش هلنقص الإمكانيات ساعات بيزع على الناس منكم انتم ملكمش زنب الناس بدأوا يتفهموا ده الجمهور ابتدوا يتفهم ده ابتدوا يتفهموا ان احنا فعلا اصلي يعني لو الحاجة موجودة عندنا احنا فعلا بنتطلع الحاجة يعني مش هنشلها ليه يعني ما عنديناش حتة نخبي ونشيل زي زمان مثلا كان فيه قاتتجود ده كما انتظروا مثلا بقشيش اوه لا لا عشان ديطلع الحاجة على فكرة اقسم بالله انا اشتغلت في مستشفيات حكومة وفي مستشفيات حضرتك قلتي في تصريح شهير ان مدارس التمريد هتنتهي وان هنتحول كله الى تعليم جامعي هل ده من مصلحة التمريد في مصر بص هكو احنا بالفعل مدارس التمريد انتهت من 2006-2007 واتحولت من مدارس ثلاث سنوات لمعاهد خمس سنوات خمس سنوات المعاهد الفنية للتمريد يعني لمعاهد في الدبلوم القديم لا في دلوقتي دبلوم دبلوم عالي بالضبط دبلوم فوق المتوسط ايه فرق وده فرق كتير جدا مع الخرجين في الحق في جودة الخريج ايه وفي اقبال شديد جدا على مهنة التمريد النهاردة عايز اقول لك ان السنة دي اكتر سنة يمكن كنا من 3-4 سنين بنخرج من 9-11 ألف النهاردة انا عندي 17 ألف ممرض بخرجوا كل دول العالم المتقدم هو مستوى واحد سيطب هكو نظام الدراسة في كل كليات الطب في مصر واحد سبع سنوات ستة والخمسة الجديد خمسة وثنتين احنا بقى بالنسبة لنا هنا في الحقيقة مواكبة يعني يمكن كنت من سنتين ثلاثة بقول ايه احنا والعراق احنا وافغانستان لا احنا بقى احنا بس اللي بنستقبل التمريد بعد الاعداد ايه المفترض ان نفقول لدول العالم في الحقيقة احنا لسه مجتمعنا لسه متأهلش لهذا التغيير الجزري لكن هي دي رؤية ان شاء الله باذن الله يمكن في المستقبل نقدر نغطي الاحتياج اللي عندنا نغطي العجز اللي عندنا نغطي الصغارات اللي موجودة زي ما عملنا كده يعني احنا عملنا ايه مع ياسمين وزميلها احنا بنقلل للفجوة انا عايزة مستوى واحد بكاليريوس سواء بقى اقصى التمريد ممارس تقني بس المستوى العلمي بتاعهم واحد الكارير بتاع الوصول للدراسات العليا بقى واحد فاحنا عايزين ان شاء الله فيما بعد نغطي احتياجاتنا يعني ونقدر نعمل الريتنشن بوليسي محترمة لقوة التمريدية بيهم عشان ما يسيبوناش انا عايزة اسألك كمان بسرعة كده ابن منه الفقرة الاولانية عن الشباب نسبتهم اديه في التمريد انا عايزة اقول لها حيك ان كنت بسمع كتير قوي يمكن بعض الدكاترة وقوليلي ان الممرضات الفيميل او السيدات افضل من الزكور الزكور ليهم توصفهم في الحياة وتوظفهم وجودهم مهم جدا ونفعونا وقت الثورة كنا بنسيبهم يستهروا في الاستقبال والطوارئ والاقسام الرجال وكانوا لا يعني في الحقيقة لا هم ضرورين في بعض التخصصات طبعا نسبتهم كتروا بدأوا يكتروا وصل في الكوليات يعني انا ممكن نوصل للوقت فوق العشرة في المية عشرة في المية اه ده مكانش بيتعدوا 2-3% وكانوا دبلومات فقط دلوقت الكوليات خرجتوا بيعملوا ماجستيروا بيعملوا دكتوراه فالحمد الله احنا يعني الى حد ما البروجريس بتاع التمريد في مصر من وجهة نظرنا لسه هنسمع وجهة نظر الجمهور